لما تقرى حروف القرآن سيبك من ألف واللم بالوقت القاف هي القوة والقبض والرأ إدراك الرؤية في الوقت المناسب والحكمة منها والألف والنون أو ألف المد والنون معناها الآن محتوك الآن ولما تيجي تقرى القرآن هكلي إيه شوية بيتكلم على الماضي وشوية بيتكلم على اللي بيحصل الآن وشوية بيتكلم على النتائج المستقبلية لتصرفات الماضي إذن الآن لو حاولت أقرأ حالي الآن ونفسي الآن بعين القرآن بعين محلل للحكمة هتلاقيني بقولي وضع الحالي اللي أنا فيه أنا السبب فيه اعتراف بالزنب مهما كانت الأسباب الاعتراف بالزنب نقطة ومن أول السطر يعني كل اللي فكرت فيه سابقا وتصورته هو نتيجة أفعالي الداخلية التي أخرجت الواقع المرجل الذي أعيشه الآن أو الواقع الحسن الذي أعيشه الآن التي خلقت الجنة أو التي خلقت النار فإذا تكرمتم حللوا موقفكم الآن لو كان وعيش ابحث في أسباب الماضي في ذاكرتك عن أسباب التحول الجزري المقلم اللي أنت فيه بمعنى عندي مواقف كتيرة جدا جدا حاول تتذكر ما قدرتش بنروح لواحد بنعمل جلسة للماضي بتاعك وممكن للماضي بتاع الحياة دي وممكن للماضي لحيوات أنت أشتعب لكده وده موجود في كل الدنيا بس غير متاح في الدول العربية والمتاح في الدول العربية يعني ممكن أن أينيماك عشان أخليك تبقى كويس دلوقتي لكن يجي يعمل للأسباب الحقيقية اللي أنت فيه مش أي حد يقدر يعمل الكلام ده كله خالص خالص يعني مش هتلاقيه يقدر يقول لك يتجاوب معك وعلى فكرة اللي بينطق جواك هو هو الذات العليا أو الهير أو نفس العليا ترجمة نانسي قنقر